جوزيفا إدواردو دوسانتوس أحد أقدم الروسائي في القارة الإفريقية يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها شهر أغسطس القادم يحكم دوسانتوس أنقالوا منذ العاشر سبتمبر عام 1979 وهو ذاته العام الذي وصل فيه صديقه ديودورو أوبايانغ السلطة في جمهورية غينيا الاستوائية دوسانتوس الحاصل على شهادة في الهندسة من معهد إدريبيجان للنفط والكيميا بالعاصمة باقو كان قد أعلن شهر ديجمبر الماضي أنه لن يترشح لممورية جديدة خلال الانتخابات المرتقبة شهر أغسطس من العام الجري وقد جدد جوزي دوسانتوس تأكيد عدم ترشح خلال مؤتمر استثناء للحركة الشعبية لتحرير أنغولا التي تحكم البلاد منذ استقلالها عن المستعمر البرتغالي عام 1975 واخترى وزير الدفاعي إيقوا ولورانسو نائبا له حيث سيترشح للانتخابات القادمة سعيا إلى أن تحافظ الحركة الشعبية على بقائها في السلطة يعتبر دواردو ثاني رئيس لجمهورية أنغولا حيث تولى سلطة بعد وفاة سالفه يغوستينونيتو الذي يصف بالزعيم التاريخي للحزب تثار شائعة كثرة في الأوساط السياسية والشعبية الأنغولية حول الوضع الصحي لدو سانتوس البالغ من العمر 74 عاما وتلاحقه تهم عديدة بالفساد طيلة عقود حكمه لأنغولا التي تعتبر من أكبر البلدان المنتجة للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء في شهر يناير الماضي تقدم 12 محاميا بطعن أمام المحكمة بلوندا ضد تعيين ابنته إزابيل دو سانتوس على رأس شركة عمومية للبترول في البلاد ووصف المحامن تعين ابنتي الرئيس التي تملك أسهما في شركات بأنغولا والبرتغال وتصف كأثر امرأة في إفريقيا بالمخالف للقانون والدستور